رباط 16 غشة 1972 الجنرال محمد أفقير يستدعى للقاء عاجل مع الملك بعد محاولة انقلاب فاشلة قام بها هور والطيارين ضد طيارة الملك العائد للبلاد بعد عطلة فرنسا يدخل أفقير في الليلة القصر كجنرال و يخرج منه بعد ساعات كجدثة الرواية رسمية ستقول أنه فضل الانتحار بعد من كشفت خيانته للملك لكن الرواية الأخرى الأكثر ترجيحا سيتمشي الفردية أنه تقتل بعد محاكمة ما كان فيها الملك هو القاضي و الخصن ولكن هنا رواية بجوجج ستبقى في شيء واحد أن شخصين فقط كانوا متوجدين مع الملك و أفقير في ذلك الساعة الشخصين في الرواية الثانية هم التي تلقوا نار من الخلف على الجنرال الغاضب واحد منهم هو الجنرال الدليمي الذي ستكون كتسنحته بعد سنوات نهاية درامية بحادي تتصير مشكوك فيها و مكدبة من مصادر كثيرة من العائلة التي قالت أنها كانت عملية قتل مضبرة الثاني هو الجنرال موليح حفيظ العلاوي الذي سخيات القدر ستجعله متواجد حسب أخذ جنرال الدليمي في نفس مكان حديثة الساعة التي ستجعلها فيها في كل قتل مع أفقير جنرال الدليمي والذي رغم أنه لا تعرض تلشي حديثة تجعله موته يكون غامض إلا أنه ستعطى شوارة الدليمي بثار و ستجعله في بيته في دجمبر 1989 لكن كيف يكون هذا مولاي حفيظ؟ كيف يجمع جنرال و مولاي و علاوي اسم واحد وزيد عليها وزير من القصور الملكية و مناصق القيادة العامة لقوات المسلحة حيث إذا قلنا أن الجنرال أفقير أخذ لقب جنرال في حرب الريمال والدليمي أخذ في حرف الصحراء فمولاي حفيظ العلاوي في كم حرب كان لقب الجنرال؟ في الواقع تحرب وتمع ركا حيث إذا كان الجنرال مولاي حفيظ تشارك في حرب فهي حرب مع القوات الفرنسية و ضد من تضل المغربة مولاي حفيظ العلاوي لم يشارك في الحرب العالمية الثانية أولا في حرب الهين الصينية في حرب جنرال أفقير و جنرال حمو هو شاك في حرب الخاء من نوع آخر كان عندها عدف واحد قامع المقاومة المغربية فخلني نعود لك الحكاية من الأول حكاية شاب طويل الصحيح جيمة راشيدية في عمره عشرين عام نقدر أن تخيله أنه كان عنده شكل موخته هو شاب أبا هو واحد من الإعيان هذه المنطقة والذي مثل أي أب مغربي سيبغي أن يكون حسن منه سيصبح يقع في مدرسة زوينا لسبب من الأسباب سيختار له مدرسة ضربيضة العسكرية في مكناس ومدرسة مشهورة في عاد الحماية وتخريج ضباط مغربة يخدمون الأعلم الفرنسي والذي رغم أن مولاي حفيد لا يكون طالب مشاهد سيتقبله يقرأ فيها عام 1930 وفي أعلان بعد سنوات سيتخرج منها مدرسة مقبولة لكن ليس لدرجة التي تجعله يمشي مع المتفوقين يكمل تكوينه في فرنسا لا مولاي حفيد سيتعين في المغرب ودوره سيكون واضح من الأول يواجه تعظم دور المقاومة المغربية كنعرفوا أنه قاد كتيب على صالح الجيش الفرنسي في الثلاثينات لسحت مرض قبائل مغربية يقول الصحفي والمؤذر عبدالطيف جبرو أن الشاب مولاي حفيد تفخر أمام الناس أنه قتل المقاومين في جبال الأطلس وأنه استعمل أمام الملأ جملة قتلتهم في حشدبان في عام 1940 العسكري الشاب مولاي حفيد سيتعين خليفة في كازا وما سيتكون هذه هي المكافأة الوحيدة حيث الحد سيضرب الصالحه مرة أخرى ونرى اسمه بانف جريدة البتي ماروكين جنب أخبار الحرب العالمية الثانية التي يشارك فيها خصمه المقبل وفقيره سيكون الخبر حيث اسمه بانف تاني أو موجهة له بعد زواجه من قريبة الملك محمد بن يوسف هنا يمكن أن تعتقد أنه صافي ضمن قرب الملك فمن ثم أرجع منها إلى ومن ثم أبدأ الصعود نحو القيمة لكن لا أشيب هذا البساطة في 20 مارس 1953 سيجمع القياد والخلايف البلاد لن يسنوا وثيقة كطالب من سلطة الحماية بعزل السلطان محمد بن يوسف سيكون من الأوائل الموقعين مولاي حفيد العلاوي ستقول لي لماذا؟ هذا ما مزوج من بنت عمودية الملك لأني أقول لك حيث أيام موظمت تعزل وتنفى محمد الخامس وبعدما جاف بلاسته سلطان جديد مولاي حفيد العلاوي سيأخذ تعيين كقائد على سطاة مكافأة له وهو مقصر في مجهوده عنده فاصيده مئات البلاغات ضد أنشطة حزب الاستقلال تدخلات بالجملة ضد جيش التحرير وقام عواحشين تجار داره إدراب عام في سطاة المطالبة بعودة بن يوسف إلى عارجو وعنده تجرح في كتاب ناتيج عن ناجاته من محاولة اغتيال قاموا بها المقاومين التي كانوا حطينه في لائحات الاغتيالات عملاء فرنسا لكن اواخر عام 1955 صافي المقاوم انتصر واجبرت فرنسا على تتفاوض صحيح أن مشيق على المغربة كانوا راضيين بالاستقلال بالاستقلال لكن المهم هو أنه صافي محمد الخامس رجع ونحن نحو الاستقلال والتخلص من فرنسا ومع عملاءها في حل مولاي حفيد العلاوي لكن مولاي حفيد العلاوي لا حيث مباشرة بعد الاستقلال ومشيق سيبقى قائد على السلطة لا سيرجعه في بلاستقل القائد القلاوي قائد على مراكش تفاجأت معك حيث بالصح ماذا يجعل شخص يتعاون مع سلطة الحماية؟ ومشيق خائن قتل من أجل هذه الناس لا خائن ضد السلطان توقيعه ضده أرسل السلطان للمنفى في كورسيكا ومدى غشقا وخلقها المغربة يتعاطف مع ابن يوسف ويشوفه مريض مسجون في بلاد غريبة ووحيد في القمر نعرف أن السلطان نعيش بخير تماما لكن في ذلك الوقت الشعب يتخيل محمد بن يوسف يتعذب في المنفى فكيف يمكن تبرر للناس أن هذا الذي كان ضدنا لا يمكن أن نسمحه لا نزيده في القرد ونصبعه الذي كان مستعد يضحي بحياته من أجلنا تبرر كان بسيط كان أن الوطن غافور رحيم وأنه الله يسامح وأنه نحن الولد اليوم لكن في الحقيقة الأسباب نتعمق قليلا حتى إذا نرى الصورة من فوق سنجبره أن مولايحفيد لم يكن استثناء رفاقه الذي ساهم في مقتلهم من بعد الدليمي وأفقع سيكون مع أخرين عندهم نفس الحضوة حيث السلطان الذي كان خائف من تعادم ضر حزب الاستقلال ومسلاح الذي عند حزب التحرير يدور رأسه بالناس الذين كانوا خصوهم من الأمس حيث من جهة هم مكروهين عند كل شيء فوالاءهم سيكون الشخص الوحيد الذي يقدر يخليهم على قيد الحياة في المغرب المستقبل السلطان أو الملك محمد الخامس في مرجع اسمه رسميا ومن جهة أخرى هم معروفين بقره هم الفطري المقاومين الذي خصو أمامهم المعركة الأولى في شخص فرنسا فهذا سيكون لديهم فرصة ثانية للتعويض ضد العدو المستقبلي المشترك فرصة للانتقاء لكن بالنسبة المولايحفيد الطريق لم يكن صافي يرجع تموم هذا على الأقل في الأول إثنين الناس لم يكن مستعدة أن تنسى بسهولة كل جرائم الليدا شهور بعد تعيينه على رأس قيادة مراكش القبائل ستجمع وتمشي مع ممثل حزب الاستقلال للقاء المالك من أجل المطالبة بعزل الخائن ومن الذي يريد أن يدفع رأسه في مطابل وجه الوجه مع خصومه حضور السلطان شخص قوي عنده نفوذ هائل في مغرب ذلك الوقت اسمه المهدي بنبركا سيقمع ويأخذ الكلمة لكي يذكر في المالك أن هذا الشخص نفسه هو الذي يعزلك سيتعزل ملاحفين لكن ليس جزء في الوقت حيث كان عدو آخر الحزب الاستقلال هو وليل عهد ملاي الحسن سيضمه شهور وراها المكتب الذي سيبقى فيه المدة ليس طويلة بزر حيث هذه المدة ستنتهي من المالك محمد الخامس سيقرر يدير عملية بسيطة ستنتهي بنهاية تراجدية ويفقد على إترهاء المالك الحياة نهار 26 فبراير 1961 ستولى الحسن الثاني مقالد الحكوم ستغير المغرب إلى الأبد العداء الذي كان مستطر وراء حكمة محمد الخامس وعرفانه نحو رفاق الأمس سيخرج للعالم ومعه سيخرجوا الناس الذين كانوا البارح ومالاء يأخذوا أهم المناصب في الدولة وينهيوا سيطرة حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الشراك سيرسلوا أغلب القيادات إلى السجون لمعتقلات إلى المنفى وأحيانا إلى القبر جنرال مولاي حفيد سيولي على رأس البروتوكول الملكي سيبدأ ذلك الساعة قصته التي ستطبع عصر الحسن الثاني عصر تنوات الرصاص لكي نفهم السلطة الخارقة التي كانت عند مولاي حفيد العلاوي سوف نعود إلى القتيبس جاف كتاب بورتريهات لجال سياسة مغربة الدكتور بالقصم بالعياج مليكي يوصف مولاي حفيد يقول أنه كان لديه سحنة ضباط المخابرات النازيين الألمان الاس اس وجمجه مصلعاء ووجه أمرط ونظرات ساميكة وكان عنده صوت كهفي تحرك أنه شبح قادم من العدم مولاي حفيد العلاوي كان ساهر مثل عفاية على كل ما يقال أو قيل كان بمثابة ضل الملك الكاره لكل ما هو بشري يتابع كل حركة أو كلمة منه ويتعقبه كضل كيضيف الكاتب أن مولاي حفيد كان كأنه خارج من عالم ميكيابيل كل الوزراء يخشونه كان يدفعهم اجتمهم يرغمهم على السجود والرقوع للملك حتى شيء ما كانت ممكن أنها تمر للملك إلا بموافقته كل القرارات كانت تمر عبره وتهوى ما كانش كنسى أنه في كل مرة يتفاوض بش يأخذ حقه من العائدة المالية وما كانش كنسى أنه يهين أي حد قدر عليه يبين له وضعته وتفاهته أمام السلطة الساحقة في حد سلطة القصر وإذا لم تكن الصورة واضحة لكتال هنا فأقف أفقير كلها خاصة لك الأمر بجملة واحدة في كتاب الضيوف جنرال مولاي حفيد العلوي كان هو رئيس الكهنة في القصر الروح الملعونة للملك وصاحب المهمات الخاصة السرية لماذا يسمى هكذا؟ إذا كان سأجبك توصد بين الناس والملك؟ لا الواقع أن أكتبت رؤوف أفقير التي تريدك طريقة كانت لسببين اثنين واحدا أنه هو الذي اقتربه وجوج أنه هو الذي يأخذ عائلة أفقير ويخفيها ويسجنها لسنوات طويلة في معتقل لا يعرف عليه شيئا في ظروف مهينة لا يوجد رؤوف أمه أختي ملك لأنهم يبقوا الناس بارغين لا أطفال الصغار أخوة الرؤوف ستعلموا الغضرة ويبلغوا هم في السجن وليس هذا فكرة تازمامارت هي فكرة مولاي حفيد العلاوي هو الذي سيخترح هو الذي سيقترح على الملك وهو الذي سيبقى مشريف عليه حيث متحة بوريكات يعود في كتابه أن مياه المرحاض فاضت واحد النهار في إحدى الزنازل في تازمامارت وأن السجين بقى فيه هكذا لمدة ثلاث شهر حتى مات حيث الحراس كان السنة والتعليمات لم تأتي أبدا من مولاي حفيد العلاوي للمصادفة ستجعل الناجين من تازمامارت يخرج منه شهور قليلة بعد وفاته ويرجع وزير القصور الملكية سيكون هو الشخص الوحيد من موحيد الملك الذي عنده الحق يدخل ويشوف ويهضر مع نساء الحسن الثاني إذا كانت حاجة في حالها تقدر طيير رأس أي مغربي آخر فمولاي حفيد كان عنده حق يصافر معهم يعنفهم ويعاقبهم علاقته مع الملك سترجع مع السنوات أقوى سنرى في حال التقرير الذي عدته عليه يتعطل على الملك يخرج ويرجع وعيد على وزير الصيد البحري أمام الناس وحدى الملك بملحود أجي ويرجع وزير الصحة في التليفون حيث الطبيبة مرات واحد خدمها خدمها في مدينة أخرى بعيدة على زوجها سيكون مكرره من كل شيء وما سيكون غريب أن التحد لا يهدار عليهم ورى وفاته حيث من الذي يموت سيكتشف القصر أن مولاي حفيد خلق طروة هائية الملك برسه لم يكن قادر في حالك يقول صاحب كتاب صديقنا الملك أنه يصدق أنه بصح جمعها من الواسطة التي كان يفعله لهذا سيحجز القصر على أغلب صفوات مولاي حفيد العلاوة التي يجمعها هو خدمة على المغزن وانت شنو بلك؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر